للحديث أكثر عن مباريات الشامبيونز ليج الأمس واليوم ينضم إلينا من لندن فتحي رحال الناقض الرياضي سيد فتحي بعد التحية يعني مباراة كانت مثيرة بالأمس بين ريال مدريد ومانشستر سيتي هل بالفعل أتت بي التوقعات؟ أولا قبل كنت كل شيء عيد مبارك عيد مبارك لك ولكل طاقم القناة وكل مشاهدي القناة أعود بكاء إلى أجواء الليلة الماضية كانت ليلة مرعدة بالنسبة للحوال الرأس وكانت حارس منشستر سيتي أو حارس ريال مدريد لم نكن نتوقع أن يقبل ريال مدريد ثلاث أهداف أو سيتي يقبل ثلاث أهداف ولكن الرهان الذي كانت عليه المباراة هو الذي يجعلها حماسية حتى أنها تعتبرني بالنسبة لي شخصيا وحتى هنا في النقاب الإنجليز اعتبروها من أفضل مبارك شامبيل ليج على مدار العسفة الأخيرة لأكم أن التناقص فيها كان شديد والمدرب تغير الخطة من كل عشر عشرة دقيقة هناك تحرف من مدرب أو لسيتي أو مدرب ريال مدريد لمعاولة خريف الضغط أو معاولة صناعة اللعب بطرق جديدة وإحياء الثلاث خطوط يعني تحس أن الثلاث خطوط صارت مثل موج تهاجم وترجع مع بعض وراء كانت جميلة جداً هذا يدل على أن سيتي بدأ مضغوط عليه داخلين وريال مدريد أيضاً يريد شامبيل ليج بحكم أنه لم ينفوز بها بالنسبة إلى مباراستاني ومبارات أرسنل وفريق بيارن بيارن جريح جاء ليداوج روح وكاد أن يفاجأ أرسنل ولكن شاءت الأقتار أن يعدل أرسنل لتقديري إذا عملنا مقارنة بين اللقائين أتوقع أن الجميع سينيح إلى كفة مبارات سيتي وريال مدريد لأنها الأفضل فنين الأفضل أداء الأفضل حتى من ناحية الجمالية وشد الأعصاب إلى آخر دقيقة رأينا تطاحون رأينا كرة قدم بأتم معنى الكلمة رأينا من هو المدرد الكبير وأخطاء كثيرة يعني رأينا أخطاء دفعية وأخطاء من الحراس خاصة أن حراس المرمى هما البدائل للحراس الأساسيين في الفريقين هل ربما الغيابات إضافة للحراس كانت مؤثرة على أي من الفريقين خاصة الستي الذي ربما صدم به عدم لعب كيفرين دي بروينا قبل المباراة بدقائق هي المباراة بقطع نظر أن كان الحارس الأول أو الثاني هذا الحارس مفروض أن يؤدي أداء الأبطال ويدافع عن مرمى وأيضاً بالنسبة لسيتي في بروين قبل دقائق أو قبل ساعة من بدء اللقاء تغيرت الأمور ولكن المدرب لديه البدائل لم يعد سيتي ذلك الفريق أو ريال مدريد الذي يعتمد على لاعب واحد أنت تأخذ الملايين أنت تدافع عن الفريق لا يوجد الآن لاعب في السيتي أنصاف لاعبين وأحفت في ريال مدريد أي لاعب من الدكة يدخل يصنع الفارق بالنسبة للدفاع البعض رأى أنه ليلة الماضية أنه كان ضعيف في تقدير إلى أنت عندما ترى الكتلة الهجومية للسيتي وريال مدريد تعرف لماذا تحدث الأهداف أنت يضغط عليك أربع خمسة مرات مهاجمين حتى لاعب الوسط والدفاع والأجنحة والضغير الأيمن والضغير الأيسى يتحولون كلهم تقريبا إلى كتلة هجومية من سبع لاعبين والضغط بالكرة تقع الأخطاء وتأتي الأهداف وهذا هي جمالية كرة القدم كرة القدم تعتمد على الضغط وعلى الأداء الجانبي وعلى المراوغات وعلى أيضا استغلال أخطاء خط الدفاع نعم إذن نتحدث عن مباريات اليوم يعني مباراة قوية وجماهيرية من التراز الأول يعني بارشلونة وباريس سنجرمان خاصة هذه المباراة لديها ذكريات كثيرة في الشامبيونز ليج يعني أشهر منتادة في تاريخ ربما الشامبيونز ليج جاءت في مواجهة ما بين باريس سنجرمان وبارشلونة عندما فاز بارشلونة بستة أهداف مقابل هدف هل ربما هذه المباراة لها خصوصية وطابعة خاص كون كل ما يحدث حولها وكيف سيستطيع البرسة أن يوقف ليست مفاتيح اللعب ولكن دانيا أن أقولها بشكل مباشر كيف سيتعامل مع كيليونين بابيه بارشلونة ليس في أفضل حالتي هذا العام ليس في أفضل حالتي هناك لعب جماعي صحيح ولكن ليس في أفضل حالتي قالوا مرى في باريس وباريس عنده جمهور متعصد لأدرجة غير عادية ويضعي تقريبا جمهور لذلكون في التشجيع ولكن بارشلونة أيضا هو جاء ليدافع عن حضوره بارشلونة لن يستسلم بارشلونة بلواء الصح سبحث عن أخف الأضرار ولما لا المفاجأة والانتصار لأن المدربان يعرفان بعضهم جيدا الكورة الإسبانية تقريبا هي كورة جورديولا بس بالنسبة أقل في الحنكة ولكن نمط البيس جي وطريقة اللعب التي لعبها بارشلونة تقريبا متقاربة ومتشابعة هذا الذي ربما سيضع سيناريوهات لا نتوقعها بمعنى أن غياب أشرف حكيمي على طريق البيس جي سيؤثر على النحية اليوم ربما سيحاول المدرب بارشلونة استدالة هذا الصغر وكذلك بالنسبة إلى دفاعه لن يترك بابي وحيدا بابي سيكون مراقب من لاعب ولاعب آخر يراقبه عن بعد يعني لاعب آخر يعني ما توقعاتك لأداء إمبابي في هذه المباراة خاصة وأن إمبابي يحاول بشدة أن يفوز بهذه البطولة خاصة مع بارشلونة جرمان في موسم ربما هو الأخير له مع الفريق قبل أن ينتقل بحسب التقارير بأنه سينتقل لريال مدريد الموسم القادم ما هي توقعاتك لأداء إمبابي وهل ربما يعتمد بارشلونة جرمان على أدائه الفردي للفوز بهذه المباراة والله في مقطع من نوع من الإمبابي يقول قد يكون الغيب حلوان إنما الحاضر أحلى بالنسبة لمبابي عليه أن يتعامل مع الحاضر ولا توقع أن ريال مدريد سيد فعله مثل ما يدفع له سيتي إلا إذا كان هو يريد أن يلعب مع ريال مدريد إذا كان تفكيره أن يفوز بالشامبين ليك هذا جيد ولكن يجب أيضا أن يعمل على هذا وليس هو الوحيد الذي يطمح إلى الشامبين ليك حتى برسلون يطمح إلى الشامبين ليك كان طموحه الخاص يجب أن لا يتعارض مع أهداف الفيس جي لمعنى إذا كان هو يبحث عن مجد خاص به فلم يحصل عليه لأنه قدم لعبة جماعية ثم هذا الأخبار تأتي أنه يقول سيرحل أو يبقى أم لا يبقى المهم بالنسبة له إذا كان لعب مختلف عليه أن يركز مثل ما قلت أن يفوز بالشامبين ليك هذا الموسم ولكن إذا شتت ذهنه خارج حديقة الأمورة ببريس لأنه لن يحصل على الشامبين ليك وربما لن يذهب إلى ريال مدريد صحيح هو لعب كبير ولكن لا يعني أنه يفوز لهذا أو تلك سيحصل عليها الحقيقة تقول إذا كان عليه أو إذا كان يريد أن يفوز بالشامبين ليك فيجب عليه أن يفوز الليلة وفي رقاء العودة ثم يفوز في سيمي فايلان النصف النهائي ويفوز مباراة نهائية وبعدها يتحدث عن ريال مدريد هذه رؤية الشخصية دائما أقول ولسي كان في بابي أو غيره أخيرا نتحدث عن المباراة الأخرى أتليتيكو مدريد وبروسيا دورتموند هل ربما هذه المباراة تبدو لك متكافئة بعض الشيء في هذا الدور؟ هي ستكون مباراة متعة لأن الفريقان يريدان أن يداوي جراحهما من خلال هذه المواجهة دورتموند البعض يقول لك ليس دورتموند أسأل ماضيه صحيح ولكن يجب أن أترف أيضا أن الدور الألماني هناك فرق عملت واستخدمت لاعب وهي الآن متقدمة على دورتموند ودورتموند بقى في مستوى نفس الشيء ينطبق على فريق أكتيكو مدريد الفريقان لم يضخ دماء جديدة تصنع الفارق القوة ما زالت عند دورتموند ما زالت أيضا عند أكتيكو مدريد اللعب الجماعي ما زال عند الفريقان إذن أتوقع أفضلية لفريق أكتيكو مدريد على حساب دورتموند بحكم أن أكتيكو مدريد يلعب بالدور الإسباني والمنافسة أشرص وأقوى من الدور الألماني وهذا لا يعني أن دورتموند أيضا سيخسر بأربعة أو خمسة ولكن في حالة انفلت دفاعه وقبل هدفين فإنه سيقل الرابعة حتى الخامس لأن القوة الضاربة عند فريق أكتيكو مدريد هو حق الهزوم والحارس أيضا أو بلاك حارس كبير إذن جميع المتابعين يتوقعون هزيمة دورتموند وهذا على الورق ولكن أنت تعرف أستاذ الفاضل أن كل مرة لديها ظروفات خاصة ولديها قطة وممكن أن يلعب لها في آخر تحقيق وممكن أن يكون نصف طريق خير مستعد وهناك السفر وهناك الإرهاق ونحن الآن نهاية موصل تقريب تروي بكل أوروبا وهذا سيؤثر على جميع اللاعبين صحيح بالتأكيد نعم أشكرك شكرا جزيلا سيد فتحي رحالة ناقد الرياضي كنت معنا من لندن ترجمة نانسي قنقر